بسم الله الرحمن الرحيم ولله الحمد الأصل من إقليم شفشاون وأسكن حاليا بمدينة تطوان الشكر أولا وأخيرا لله سبحانه وتعالى الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الشكر موصول لأمير المؤمنين الملك محمد السادس حفظه الله تعالى ونصره وأيده الذي يعطي الاهتمامات والعناية البالغة والكبيرة لحملة القرآن فجزاه الله عنا أحسن الجزاء ثم الشكر موصول أيضا لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الذين رحبوا بنا أيما ترحيب واستضفونا فجزاهم الله عنا خير الجزاء ثم أيضا الشكر موصول لأم هاجر التي سهرت وتعبت من أجل أن تصل هذه البنت إلى هذه المرحلة فجزاه الله تعالى عني أحسن الجزاء ووفقها الله سبحانه وتعالى ثم أشكر من خلال هذا المنبر المؤسسة التعليمية مؤسسة الظهراء فجزى الله تعالى القائمين عليها في أساتدتها أطورها التربوية والإدارية فجزاهم الله خير الجزاء وأسأل الله تعالى أن يصدح أبناءنا جميعا وأبناء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها كان اللقاء مباركا وكان الفرح كبيرا وكانت ليلة مباركة حيث التقين فيها بأمير المؤمنين الملك محمد السادس حفظه الله مصحوبا بأخيه المولى رشيد وولي العهد المولى الحسن حفظهما الله وكذلك التقينا بمجموعة من العلماء والقراء الأفاضل واستمتعنا باللقاء بهم وبالصلاة معهم فجزاهم الله عنا أحسن الجزاء هاجر بدأت تحفظ القرآن بالسمع والاستماع كانت أمها تسهر معها وتتعب معها من أجل أن تعلمها ومن أجل أن تحفظ القرآن بالاستماع قبل الكتابة ثم بعد ذلك جاءت مرحلة الكتابة فبدأت تكتب وتحفظ ولله الحمد واندرجت في التعليم العتيق بمدرسة الزهراء وهذه المدرسة أيضا مدرسة مباركة في تطوان ومدرسة عظيمة فيتخرج منها الطالبات وقد حفظنا القرآن الكريم وهاجر منهن إن شاء الله تعالى فنسأل الله تعالى أن يبارك في القائمين عليها جد فخور بها وكيف لا كيف لا يفرح الأب بابنته وقد حفظت القرآن الكريم وتوجت بهذا التتويج الملكي من يد أمير المؤمنين فإذا كان الإنسان لا يفرح بهذا ففيه مشكل والله ففيه مشكل فالإنسان يفرح بكتاب الله تعالى ويحفظ بمن يتعلم القرآن من الآخرين فكيف بمن هي ابنته فكيف بمن هي ابنته وتربت بين أحضانه فالفرح كبير وفي هذا الشهر الكريم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها وأن نسأل الله تعالى أن يحفظها وأن يجعلها إن شاء الله تعالى من العالمات وأن تكون هجر قدوة لباقي أبناء المسلمين وبنات المسلمين آمين أنصح الآباء والأمهات بأن يأخذوا بأيدي أولادهم وفلذات أكبادهم إلى تعليم القرآن الكريم فإذا كان الأولاد يتابعون الدراسة في المدارس العمومية فهذا مطلوب وواجب ولكن هذا لا يمكن أن يكون سببا في ترك كتاب الله تعالى فالقرآن الكريم هو خير ما يتعلمه الإنسان وهو يفتح البصائر وهو خير يفتح طريق الخير وإذا تعلم الطفل الصغير والطفلة الصغيرة القرآن أعلمه القرآن كل خير وسدد طريقه وكان دائما من المتفوقين وهذا ما نشاهده في تلامذتنا الذين يجتهدون ويحصلون على المراتب الأولى في المدارس العمومية وتجدهم أيضا يتنافسون في المسابقة القرآنية والحديثية في رمضان وفي غير رمضان ولله الحمد وما تنسوش تتابنوا معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر